وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تامونية بمضبطات 167 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 41 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 126 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و12 قضية خبز غير مطابق للمواصفات